اشتركوا في القناة ومهمة في مسار الاصلاح وتعزيز الشفافية غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر بالقول طول ما هو الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر زيادة تعرفة المستشفيات ورفع سعر الدواء مش مطروح وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بالحل مش بالعكس بكف مزيادات على حساب عصاب الناس ووجع وقد لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث عبر إذاعة صوت لبنان إلى أن الوضع سيء في المستشفيات بسبب الضائقة المالية وجائحة كورونا مضحا أن قرار اعتماد الدولار 3950 ليرة اتخذته أحدى المستشفيات الجامعية في بيروت وهو لا يطبق على التعريفات الرسمية مع الجهات الضامنة وأشار إلى أن مصرف لبنان رفع الدعم عن مواد التعقيم سائلا هل هذا هو الوقت المناسب لرفع الدعم خاصة وأننا نعاني من جائحة كورونا كيف يمشي البلد بظل حكومة تصريف الأعمال أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لن يقف أو سيقف بحزم تجاه تركيا وأن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة وقال لقناة فانسدو التلفزيونية يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم في مناقشة مستمرة خلال يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا نهاية الموجز عودة للزميلة سحر